رايح ان شاء الله نعطيكم رأيي بكل صراحة في هذا الكوكاو الفيمي فقط تبعوا معي الفيديو للاخر وما تنسى اشتركوا لجلال السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش نقلي الكوكاو على طريقته كل واحده وكيفاش تقلي الكوكاو انا المهم راح ندلوكم على طريقتها الخاصة وراحين نجربوا انا صراحة اول مرة راح نجرب الكوكاو المجمر الفيمي او المدخن راح نشوفوا ونحن نعطيكم رأييي بكل صراحة راح نصلوا وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متنسى الجزء اللي جام ودخلوا لي تعليق وراح نبدأ باسم الله في الوصفة انا وش عندي انا كنت اديت ارطلت على الكوكاو وراحة الكوكاو هنا بالقشور لازم يكون بالقشور وراحة نقسمو على اثنين نص نديرو مالح ونص كما قلت لكم راح نديرو في يومي انا اديت النص الاول راح نخدمو بالنبدو بالمملح العادي وش درت فيه ادرت مغرف معمرات على الملح كما نعرفو الكوكاو يدين ملح هنا المغرف اللي مقدش معمرتها وزد تكملتها وراحة نرشو بالمالح شوفوا معايا انا هنا رشيتو وراحة نخليه ابجيه هنا الماء راح ينشف شوفوا بهذاك الماء يذوب الملح راح يدي كامل البنات على الملح راح يدي كامل الكوكاو يدي كامل هذه البنات على الملح انا يغيت رشيتو راحة نحطه بجيه وخليه لمدة عشر دقائق والاربع ساعة باش ينشف معنا شوية على الماء ويددل بنا كما بنتكم وهنا في النوع الثاني تاع الفيمي لازم عندنا ملح يكون مصفي ملاح انا الملح كنت صفيتو ولعندك لرطب الزف ديلي لرطب الزف وهنايا اديت العكري الفيمي هنا تروح عند اللي بيعوا اللي زي بيت وتقولوا عطيني العكري الفلفل فلفل الأحمر والعكري المدخن أو الفيمي شوفوا هنا الملح على طب الزف وانا كما قلت لكم فقط نجر فيه مديج كمية كبيرة على الكوكب وهنا كنت اديت هذا العكري المدخن تلقيه عند اللي يبيع لزي بيس انا كنت اديت خمسة الاف جاءتني خير مباركة راح ندير معها نصف مغرف الملح وندير مغرف صغيرة مع مرات العكري المدخن شوفوا معي المغرف كما قلت لكم انا ما عنديش كمية كبيرة وراح نجربوه لأول مرة هذا الشيء ما تديتش بزاف ونزيد معها زوج مغرف الزيت وراح نزيد عليها ثلاث مغرف كبار تأكل تعلما شوفوا معي انا اديت في الكاس ولا اقص نقل من الربع تعلما شوفوا اديت ثلاث مغرف تعلما انخلطهم ملح وراح انفرغهم على هذا الكوكب وهنا يا بغيت نفكركم باش ما تنساوليش الجام والبرتاج تعال فيديو باش يوصل لعدد كبير من المتتابعين باش راح يطلعنا الفيديو ان شاء الله ويلاكتب رفضي اتفاق هذا الشكل ونخلطهم ونخلهم كذلك من 10 احت 4 ساعة نشعل الفوق التاعي ونخليه يسخن اهن كل نوع من الكوكب ونقوم بسعى شاو شوفوا معي نحطه فيسع شاو نخلطهم ملح باش حبات الكوكب ويتغلفوا ملحها بهذيك اللي بيس اللي درناه مع الملح هو الماء نزيد ثاني هذك اللي كنا درناه مملح عادي كما قلتلكم اخلوهم من مدة 10 دقائق حتى 4 ساعة بهذا الشكل ونخليهم بجيه وراح انسخن الفوق التاعي وديت بلا والاسنيوها اللي يدخل للفوق ذات لها بابي كويسة انا راح نقسم الجهة ندير فيها المملحة العادي والجهة الاخرى راح ندير فيها الفيمة باش اه اه اي فيتي ما نديرش اه دو بلا هذا الشكل وراح ندير الكوكب الفيمة في الجهة اللي مقابلته وراح نقص نقصه للنار اه نقصي لها باش يطبي معانا بيان تشوفوا معايا اهنا يا بخازك 20 دقيقة فاتتا عليه انا راح نزيد الرشو بهذاك الخالط اللي كنت درته من الاول والكوكو انا نشوف الى خاصة الملحة راح نزيد له شوية ومن كثروجه هنا يلمى باش ومن بعد يشرب النا الكوكو اهنا الكوكو اعطي له وقته في الطياب راح يضي معك حتى الملحة ومن بعد يشرب الملحة شوفوا هذاك الفيمة زيت له من هذك الخالط اللي كنت درنا في الاول ما الملحة راح نزيد له شوية على الملحة معه شوية ملحة ينشف النار فيه لما بزف الالاكا هنا واحد الاشتيسة هنعطيها لكم هي اللي تخلي الكوكو يجينا مقرمش وطايب شوفوا هنا يا راح رتعوا للفوق شوفوا بعد اللي طابلنا هنا يرى وطابلنا كمبلت موكي ما قلت لكم حتى اللي فاتت عليه 1-45 دقيقة حتى الساعة قادرت رح حتى الساعة وانتيات طيبية على حسب النار تاع ال كوش الى فوق الى كانت اه ناقصه ولا قاوه انا يديت هذاك الفمي رح نزيد نحززه النكهة تاع المدخن رح ندير الجمره الفحم اه درتها فوق النار جمره تبين وراح ندع له شوية زيد ونغمو باش يعطينا هذاك البنه والذوق تاع الفحم ونغطي عليه شوفوا معايا ندير شوية زيد و سنغمو باش هذيك الريحة راح تولي على هذك الكوكو كان نصيحة بعد اللي تطفي الكوكو وتعكسها يطب تطفي عليه الكوشة ولا الفوق وخليها الداخل في الكوشة لمدة عشر دقائق حتى ربع ساعة باش يجينا مقرمش بزف ويعطينا هذيك القرمشة اللي كامل انحبوها وكيما بها تكون في اول الفيديو اني راح نعطيكم رأيي بصراحة في هذا الكوكو الفيمي انا ما عجبنيش بزف فيه البنة تعل الفحم وفيه القرمشة هذيك وجيم قرمش ومالح ولكن كما ليتباع برا ماشي كما ليتباع برا انا شكيت في الجودة تعل العكري هذك الفلفل الاحمر المدخن بالك ماشي ذو جودة ملاحة ولا مهوش نوعيته جيدة كل واحدة والرأي التاحه وكل واحدة والذوق التاحه انا شكيت في العكري قلت بالك هو اللي ما عطانيش هذيك البنة اللي كنت تحبه نوصل لها المهم هذا هو رأيي بصراحة في هذا الكوكو وصلنا الى نهاية الفيديو نتمنى الوصفة على اليوم نالت رضاكم ما تنسوا جديو اللي جام وتخلوا لي تعليق تهلوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام اشتركوا في القناة